تنويه يا ريت اجد عام بلاش تقنو شرح الدسوقي في شرحي او شرح اي حد تاني فيا ريت لو فيتهتها او غلطات تعدوها شوكران ايه الاخبار انا ياحي البودي والنهاردة مع انا اول محاضرة او او بي اللي هي التاني محاضرة في المنحك بتاعنا واللي هي انترو تو كلوس اول حاجة عايزينا رفيان ايه كلوس الكلوس هي الاساس اللي تبنت عليه لغة الجو وكمان هي الاساس لطريق التفكير الاو بي طب بتعمل ايه اقولك بتعمل ايه الكلوس بتعرف لك data type او object تمام data type جديد انت اللي بتحدده بتقدر انك تاخد نسخة منه ونسخة دي الكلوس احنا بنسميها object تمام بكده نقدر ان انا اعرف الكلوس تعريف تاني انها قالب او template زي مكتوب هنا كده من خلال اعمل ايه الobject دلوقتي فيه نوعين من الممبرز بتاعها الانستنس variable و اللي هي اللي هي بت represent data stored by the objects of the clause الهائي الانتجر مثلا عايز تعرف او عايز تعرف مثلا object تاني من من clause تاني زي مثلا string او عايز او كده والمثل اللي هي اللي بت represent البيهيفير تمام انا نجي الـ syntax ايه هو syntax بتاعك close زي ما انتوا شايفين كده اول حاجة الـ close name اللي هو ممكن بقى انت تسميه اي حاجة يعني دي مش template دي مش اسية ده انت ممكن تغيره الـ close name دي فانت عايز تسميه اي حاجة عايز تسميه core عايز تسميه student عايز تسميه اي حاجة بتكتبه هنا كده ويستحسن ان هو ايه لو ما كانش لازم يعني ان يكون اول حرف capital وبعد كده بيبقى عندك هنا الـ ايه الـ variables بتاعتك في المكان ده كده دي اللي هتقدر تشكل بيها وتستخدمها في الـ object والـ behavior اللي هي الـ methods تمام دي اللي هت represent الـ methods بتاعتك دي اللي هت represent الـ behavior بتاعتك فانت هتقدر تستخدم الـ variables دي جوه الـ a جوه الـ methods عندك هنا مثلا اعمل مثلا اعمل class اسمه box تمام فيه ثلاثة variables اللي هي الـ width والـ height والـ depth تمام وبعد كده الـ class اللي بيجرب فيه الـ object اللي اسمه box فاول حاجة اعمله instantiation و اعرفه للـ program وقال لك ان عندنا box 1 و box 2 وقال لك اعرف الـ width box 1 انه 10 و ان height box 1 5 و depth تمام وقال لك ان الـ volume ده وامكاده بعد كده اعمل printing للـ volume بتاعه فتفتك روح يبقى ايه 10 times 5 50 50 50 500 تمام فاول حاجة تبقى عندك اللي جابه 500 في الـ output هنا بعد كده اعمل نفس الكلام للـ object التاني او الـ box التاني وامعارض الـ volume اللي هو حيبقى 750 تمام هنا اول ما بت ما بتقصين الـ width والـ height والـ depth بتاع الـ object ها بيروح يخزانه في المامرة على طول في box 1 تمام زي ما تشايفين كده في الرسمة دي هنا example التاني بقى على نفس الـ class عمل اول حاجة instantiation to box 1 وقال لك box 1 equal new box تمام وعمل declaration بس ل box 2 بس ما عملهاش ايه حاجة هازلهاش مكان في المامرة بعد كده مدي box 1 تقصين الـ values بتاعته بس ما تشايفين الـ 5 واتان تاني واجاب الـ volume تمام بعد كده عمل حاجة غريبة جدا اللي هي box 2 equal box 1 انت اصلا ما عجزتلوش مكان في المامرة هل ده بقى هاي عصاين الـ values بتاعت نفس box 1 لbox 2 تعال نشوف كتب لك هنا reference variable is copied is copied no memory allocation is done انت ما كتبتش نوي يعني ما حاجزتش للـ values بتاعت box 2 دي اماكن فهم الاتنين بالتاني حيشاوروا على نفس الحاجة او نفس الـ variables box 1 في الـ values بتاعته اللي هي width و height و depth مشاور عليه عادل ان دي بتاعته لما انت عملت بس الساطر ده من الكود هتبقى box 2 equal للحاجات دي بردو لان هم الاتنين حيشاوروا نفس الحاجة في المامرة تمام؟ بعد كده هم طابع بتاعتم طابع الـ volume بتاع box 1 و اللي هو بخمسمية هيتبقى بردو الـ volume بتاع box 2 بعد ما عمله الـ volume برضو هيتبقى بخمسمية لان هي هي نفس values بتاعت الـ attributes بتاعت ايه box 2 تمام؟ اول باكس 2 اه باكس 2 باكس 2 اه بعد كده غير بقى الايه الـ value بتاعت box 2 الـ وخلى الـ weight 5 و 15 و 10 هل ده تأثيره حيبان على box 1 حيبان ليه؟ لانهما بيشاور على نفس المكان تيجي تطبع بقى volume of box 1 تلاعلك انهما تغير تلاعلك انهما تجاب الأرقام الجديدة اللي انت اصلا عمل لها assignment في box 2 فده اثر برضا على box 1 لانهما مشاورين على نفس الحاجة في الماموري انا بعمل example اسمه box تاني وديته الـ values بتاعته اللي هي width و height و depth وعملت له ايه؟ مثل كده صغيرة بترترن الـ volume تمام؟ فانت اما تكتب اسمها volume وبترترن دف 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 ده تعالي نستخدمها كده قل حاجة عملت له instantiation وعملت instantiation لواحد تاني فبعندك box 1 و box 2 box 1 اتده الـ width بالحاجات دي والـ height و depth بالحاجات دي وقال لك ايه؟ اطبع لي الـ volume فهيطبع الثلاثة دولة times بعد ما استخدم الماثد اللي احنا هنا وعملنا فوق و box 2 اتده الى برضو 15 و 15 و 10 وهيروح يطبع الـ volume من الماثد فهيضير الرقم 750 عندنا بقى الـ construction الـ constructor الـ constructor هي عبارة عن ماثد مميزة شوية لانها بتتعرف في نفس وقت تعريف الـ close بيكون لها نفس اسم الـ close بالضبط وما فيش لها اي return value ولا حتى void يعني انت بتسيبها كده ايه؟ بتكتب بس اسمها وخلاص زي ما هنشوفه في الـ example طبعا طب بيعمل ايه بقى او بنستخدمه في ايه؟ ده اللي انت بتحط فيه الـ initial value للـ variables بمعنى صح انت بتخليه هارد كودد باستخدام بارامترز او ممكن ما تستخدمش بارامترز برضو وحيديها ايه؟ الـ وحيديها الـ values عادي يعني على حسب انت عايز تستخدم بارامترز او لا بيولك برضو ان الجاوا بيبروفايد ديفولت او امتي كونستركتر لما انت متعرفش كونستركتر اساسا كونستركتر اكزامبل انا بتديك مثال برضو لنفس box بس بتديك فيه حتة زيادة اللي هي بتاعت الايه؟ كونستركتر عمل اتين كونستركتر زي ما شايفين ان هو بنفس الاسم بتاع الكلاوس كونستركتر بيقولك ان انت لقوا مادتهوش بارامترز او سيجنترز بيأسين الـ value بتاع الـ weight بخمسة والـ height بخمسة والـ depth بعشرة انما لو اديته بارامترز او سيجنترز بيحط الـ width والـ height والـ depth اللي انت حطيتهم للحاجات بتاعت الـ box نيجي نشوف هنا بقى وطبعا الماثب بتاع الـ returning الـ volume نيجي نشوف هنا بقى في المين اعمل instantiation لأول حاجة اللي هي box 1 without parameters وطاني حاجة box 2 with parameters ونفس الكلام في box 3 وbox 4 تمام نيجي بقى نتبع للـ box 1 فانت هتعمل خمسة خمسة عشرة فيديلك الـ volume بـ 250 هي انا مكتبقة تمام وفي box 2 حيوم عامل خمسة times 15 times 10 فتطلع 750 وbox 3 نفس الكلام خمسة times 5 times 5 بـ 125 نفس الكلام في box 4 بـ 500 الـ setters و getters دلوقتي نيجي النقطة مهمة اللي هي two methods دول دلوقتي انت تدخلك input تمام هنقول مثلا box اللي هنلسه مستخدمينه فوق هل انفع تدخل الـ box او values بحاجة نكتب ما ينفع فانت هنا بتضطر تستخدم الـ setter وهي method اللي بتالو setting a instance variable فانت تحتمل method بتاخد فيها الـ value اللي انت عايزه واتشكله زي ما انت عايز دلوقتي مثلا لو انت عايز الرقم يبقى اكبر من صفر طبيعي جدا مساحة مثلا او tool او عرض يبقى اكبر من صفر فانت في الـ setter بتكتب الشروط دي تمام وفي الـ getter ايه هي method method that allows getting an instance variable بترجع لك القيمة يعني تلوقتي عملت set او استخدمت setter عشان تحط مثلا value للدبث فالgetter دي بتورهه لك تاني بيقولك بها setters and getters allow a more disciplined way to access instance variable بيقولك ان دي طريقة مهزبة ان انت تت access بها الـ variables ازاي دلوقتي مثلا لو انت عامل الـ variable بتاعك private private دي يعني ما تقدرش تغيره غير من جوه close تمام دلوقتي انت مثلا في المين مثل بقى وعايز تغيره مش هينفع يعني مثلا لو انت عندك حاجة مهمة زي الـ age مثلا بتعمل مثلا class student والـ age ما يفعش تقوم جاي مغيره على طول تمام لان ده ممكن يبقى غلط او مش صح يعني بتعمل طريقة ايه اخفاء او مش داي اخفاء او زي انك تقنن ان انت تغير الحاجة دي ما يفعش تغير كده على طول فبيقولك هوا هنا عمل الساتر والجاتر عشان ايه تبقى طريقة مهزبة اكدر هنا بقى example والدك ساترز و جاترز زيادة نفس الـ example اللي انا شغالين عليه بيقولك ان دي مثل بتست الويتث تمام ومعامل ويتث equal w والجات ويت هيعمل return للويتث والست height وتمكتب له الهيط هنا وهيعمعمل الهيط equal الهيط اللي انت معرفها في البرامتر ونفس الكلام في الget height زي فوق في الget width هيعمعمل returning للهيط نفس الكلام برضه في الدبث هيعمعمل له ايه الساترز والجاترز نيجي برضه الايه لمثل مهمة جدا وهي تو سترنج تو سترنج دي هي مهمة لان هي بتقدر توريك ال values وقيمها يعني تقدر بها توري ال values اللي انت عمال تغير فيها او اللي انت بتستخدمها اساس تمام بيقولك ان ال java ممكن يستخدمها بطريقة ذكية شوية او لما يلاقيها في textual context يعني بيقدر يفهم اذا كانت هيدين انت محتاجة ولا يعني مثلا انت بت print فطبيعا انت عايز ال values مثلا مش عايز ال hash code او كده فانت ايه مضطر اتعرف مثل اسمها to string تمام تعال نشوف هنا كده في المثل دي هو بيعمل حاجة مهمة جدا في الفكرة ال java يعني نفسها وفكرة البرمجة وهي concatenation يعني انت بتدخل الا strings على بعض تمام فبيقولك اول حاجة هنا string s تمام ادقى له اول حاجة تابها لbox dimensions وهي معامل نقطتين فوق بعض ونزل سطر وهي معامل width plus ال width اللي هو الرقم اللي هو حطه بعد كان نزل سطر ونفس الكلام في height والdepth تمام وفي الاخر المثل بعد بقى مكون ال string as بيقوم ايه عملة return فاطلع ايه هذا الشكل تمام الشكل ذه instalation ويقولك ان اذا انت انت تستمع ادبعه ستقوح ستوقح system dot print box one dot string dot two string نفس ال a اسم الذي تعرفته في l close فب دلوقتي انت كتبت box one على طول صغير هيتبعلك ايه? هيتبعلك الهاش كود او الادرس بتاع مكانه في المموري الوقت عندك this keyword تمام ايه this keyword بالوقت انت مسلا عم بتعمل ستر للويت تمام زي هنا كده تمام وعايز اسميه في البرامتر اللي هيستخدم الكود في المماثد عايز اسميه عشان يعرف مسلا ان ده الويت مش عايز مسلا نسميه وممكن ما يفهمش ده ايه تمام فانت هنا لجيت تعمل كده وانت اصلا مساميه في class width مسامي الاتربيوت بتاعك في class width فهتقوم عمل google center او ال constructor او اي حاجة with equal width كده هي هيتشاور على نفسها ومش هيدي لك error اساسا فبتاع الجافا اخترعوا حاجة مهمة اللي هي this keyword ان انت بتقدر تشاور بيها على الحاجة اللي في class واللي مش موجود جنبك الكلمة دي فهي اي حاجة تانية زي ايه البرامتر بتاعك هنا كده خاصة مهمة جدا برضه في الجوا مش موجودة في الوقات كتير هي ال garbage collection ببساطة كده ال garbage collector هو زي كده ايه عمل نظافة بمجرد ما يشوف ان مثلا انت كنت عامل اريف او ال program موجيت على اخره ما بيتش استخدمه فهو الواحده كده هيقوم شايله من المامري او شايله من ال project بتاعك مش فعلا كده ان الكود هيتغير هو بس زي حياتفي كده مكانه في المامري بحيث انه ما يخدش ايه مساحة كبيرة تمام و بتقدر تناديها من asystem.gc ال finalize method ال finalize method is a part from a java mechanism called finalization او انهاء يعني تمام انت بتستخدم المثد اللي اسمه finalize عشان تعمل الموضوع ده دلواتي مثلا انت دلواتي في ال قبل مثلا ما java garbage collector يدستروي الاوبجيك دي انت عايز تديها مثلا ايه حاجات زياده او تعمل لها ايه تهيئة انها خلاص يعني تاخد منها كل انت عايزه وتقوم عاملها destroying تمام هنا مثلا بمديك مثال ايه it is typically used to release resources held by the object from example for example closing a database connectivity تمام يعني دلواتي انت موصل حاجة عندك بالdatabase connectivity بالdatabase فقبل ما بت ما بتدستروي الاوبجيك ده انت بت ايه بتتريليس الdatabase منه نيجي بقى ايه لا اصح بحيطة مش صعبة يعني بسها نشفها صعبة في المحاضرة دي الاستاك في الdatastructure زي ما احنا عارفين ان الاستاك زي ما اتقلنا كتير يعني في الكلية ان الاستاك هي عبارة عن الشكل ده كده تمام او مجموعة الكتب بتحط فوق بعض هنا بتديك مثال بسيط وحلو جدا لو مثلا دلواتي انت عندك الشكل ده وطير فيه اركام هنا مكتوبة بالعكس اول حاجة دخلت الاخمسة بعد كالاتنين 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 وطبيعي لما تيجي تشيلهم هتبقى اربعة ستة اتنين خمسة النت تحطهم دي اسمها push والنت تشيلهم pop في الاستاك بيعرفوا الاول حاجة بعد فوق الوش عن طريق كلمة اسمها طب او بيسميها طب عشان شوفوا ايه الاول حاجة فوق على الاستاك او اول حاجة هتطلع تمام معنى كده ان لما ده مثلا الاندكس بزيرو لو مثلا حطناها دي فقريه وده الاندكس بزيرو بتاعت الفايف فالطب هيبقى بنجاتف ون تمام لان هو هنا مثلا واحد اتنين تلاتة اربعة الطب هنا بتلاتة صح لان هو مشاور على تلاتة حاجة من الزيرو ده كده الطب بتلاتة لما تنزل خلص هيبقى بنجاتف ون لما منبقاش في حاجة هيبقى بنجاتف ون بيقول لك هنا احنا ممكن نيبليمنت الستاك او انتجر بالقرية تمام اول حاجة او الاندكس بزيرو بعد كده احط كل حاجة وبعد كده بقت الطب بواحد اتنين تلاتة اربعة بقت بتلاتة لان انت بادي من الزيرو نبتدي بقى ايه عمل الكلاز بتاع الاستاك ال data اللي عندك هي استاك او ال array of integer والطب اللي هو هيبقى انتجر واحد بيشاور على مكان في ال array ال behavior بتاعه او ال methods اللي انت هتحتاجه ال constructor او ال initialization بتاعه المثل بتاعت البوش انت تتحط حاجة زيادة المثل بتاعت البوب انت تشيل حاجة من ال array او الاستاك وشوف اذا كانت امتي وانت تتبع ال string تمام هنا بقى الكود بيقولك اول حاجة محتاجين لعرفها هي ال array واسمه stack والانتجر اللي اسمه ايه top ده اللي هنشوف بيه اول حاجة موجودة فوق في الاستاك تمام وده ال constructor لو انت محططلوش بارامترز فهو هيبديله default size بخمسة ال array والtop سيبقى بناجاتف 1 ده انها فاضي لو بقى حطيت له signature او بارامتر فهيديله ال size اللي انت حطيته في ال بارامتر وبرضو top بناجاتف 1 لان انت لسه محتاجش حاجة المثل بقى اللي بتشوف اذا كان الاستاك امتي او لا فبتشوف بقى والله لو top equal equal negative 1 فهو هيبقى فاضي ويديلك true هيكون اجابة السؤال ده لا اذا امتي ب true ولو top باكتر فهيبقى بال false دلوقتي انت عايز تحط حاجة في الاستاك هتشوف اصلا اذا كانت هي ماملية ولا لا لو مش ماملية لو مش top equal equal stack dot length minus one تمام ده كده اخر اندكس في الاري لو top مش مشاور على الاندكس ده فانت هتحط الحاجة عادي اول حاجة بس هتقوم عامل top plus plus لان الطب عندك بالناجاتف 1 انت عايز تخليه ب zero فحيبقى top plus plus لو مثلا في الحالة دي اللي هو ناجاتف 1 حيبقى ب zero واول الاندكس اللي هو ب zero هتحط فيه الايتم اللي انت عايزه اللي هو انت حطه في البرامتر اساسي طب لو full هيتبعلك error وخلاص مش هيحط حاجة اللي هي error اللي هو stacks full البوب بقى ان انت تشيل منها حاجة الحالة الوحيدة اللي انت بشتعرف تعمل فيها بوب هي لو لو الاستاك بتاعتك امتي تمام؟ يعني لو الاندكس او الطب مش هوري على ناجاتف 1 فهي امتي تمام؟ فهيقولك الاستاك اس امتي وهي return negative 1 دي اللي هو الر code يعني او انت معرفها كده طب لو هو باكتر من كده هيقوم عامل int item هيقوم معرف الايتم بقى اللي انت عايز تعمل له بوب من الستاك اللي هي مش هور على top في الاندكس اللي مش هور على top يعني وهو عامل top minus minus و return item ده كده سي return الاتم اللي انت بتعمله بوب او اول حاجة على الوش اللي top مش هور عليه كده خلف مستطيل مستطيل أن منه الهول أنقذ لك إذا قامتي سيتبع لك com tu intentions に الهول يتم操هم لك خلفتة الآن دلوقتي بقى adding the toString method to the a stack loss الطوسترنج ان انت عايز تتبع بالشكل ده زي ما قولنا فاول حاجة هتقوم عمل stringS بشارع ال top اللي هو ده كده اتقوم جاتب جنب الطب تمام فحتعمل string top كده كده هو هنا بيقولك ان هو هتطبع كلمة طب ده حتى لو هي امتي فوالله هيشوف بقى لو كانت امتي هيوعامس اس او اللي هي طب بلس امتي فهتتبع لك بالشكل ده هتتبع لك بالشكل ده بالزبط طب لو مش امتي هيقوم عامل ما بين السلاش دي والفالوت بتاعته ويعملها لكده فاول حاجة هيفتحها بالطب وبعد كده السلاش دي وبعد كده الاندكس بتاع الاي اللي هو مسلا اول حاجة هتبقى زيرو والقصدي اول حاجة هتبقى الطب واخر حاجة هتبقى الاندكس بزيرو وبعد كده التاب كمان وبعد كده في السلاش وبعد كده ينزل سطر تمام وفي الاخر خالص يوم قافل من تحت بايه بداشة وبعد كده يوم عمل لك روتين من اس لفتطلع لك بالشكل ده هنا بقى بيت تاست الكلوس فور the stack تمام اول حاجة عندك عمل سكانر عشان هياخد انبوت وبعد كده عرف الاستاك باستي وعمل دو واي اللوب تمام مدي اليوزر اختيارات اول حاجة ينشيلايز الاستاك التاني حاجة انشيلايز الاستاك ثلاثة حاجة الانسيرشن بتاع الايتم ال في الاستاك وبعد كده ايه ديس بلاي واجزة تمام بعد كده عمل سويتش عشان يختار اليوزر اول كيس هيقوم عمل لها انشيلايزاشن تاني وبعد كده يبريك لو اختار اول واحدة حيقوم منادي على اسمه ايه ده هيقوم عامل اسمه واليوزر يدخل فيه ويقوم حتتقفل ايه في الاستاك او بالانشيلايزاشن بتاع ايه الاستاك بيستخدم اللي فيه البرامتر تالت واحدة بيحط الايتم اليوزر اللي هو عايزة بعد كده يقوم عامل بوش وفي البوب اف الايتم لو هي مش فاضية تم ايه عامل اه باعة الايتم وبطبع على الشاشة كيس فايف لو انت عايز تطبع فتم عامل تو ستنج اللي احنا عملنا فوق كيس زيرو بيترمينيت وديفولت اه بيباد انتري لو اي حاجة ثانى يعني بيعمل باد انتري try again이 وطالما اسمه ايه ده. الوزر مدخلش zero فاللوب شغل. عندك بقى حاجة مهمة جدا برضه في الجافا هي type wrapper class for primitive data types. او for primitive types. تمام? ايه الموضوع بقى? انا موضوع ان الجافا او مؤسسة جافا عاملين من built-in classes او classes جوه الجافا عشان تسهلك عملية المانيبوليشن او ان انت تلعب في البوليون والبيت والحاجات البرميتف يعني. تمام? يعني مسلا عندك حاجة زي integer dot parse int. دي بتconvert من string الانتجر. فطبعا دي حاجة مهمة او. الoverloading methods. الoverloading methods بساطة. هي ان انت بتعمل اتنين methods بنفس الاسم. بس different parameters او different signatures. ودي حاجة بتساپورت البولي مورفزم. تمام? ودي في الغالب حنتكلم عليها قدام في كلها شوية. بس هي الفكرة كلانة هي نفس الاسم و different parameters. انت برضه بتعمل كده في ال constructor. لما بتعمل واحد بparameters واحد لا. الاستاتيك كيوورد بقى. انا بيقول لك وانقص شيء associated with a class member. variable او method. زي ما احنا عارفين. it means that this member is used to be independently of any object of that class. يعني مثلا انت دلوتي بتجمع او مثلا كلما بتعمل object جديد بتعمل counter. كلما بتعمل object جديد. الكاونتر ده بيزيد بواحد. هينا مضطرة تعملها استاتيك. ليه? عشي تبقى independent. او تبقى ملاش علاقة بال object بتاعي. بال object نفسه. هيلاقي علاقة بال clause. تمام. the most common example of static. في المين. هي. ال final keyword. declaring a final variable as final prevents its content from being modified. بمجرد ان انت تغيره تاني. فهو بمعنى صحبي بconstant. يعني مثلا لو عندك program معرف فيه ال pi بتاعت السيركل. فانت هشتعف تغيره. لو معرف اي constant يعني بتضطر تعمل final او ملاحسن انك تعمل final عشان ما يتغيرش مع ال problem. وكتابتها بتبقى قبل data type. تمام? ومن conventions يعني او الاعتياضيات اللي بتبقى في java ان انت تكتب كل حرافها capital. وده كمان ان انت تعمل final بي prevent انها تبقى overridden. override دي حقا ناخده برده قدام.